نروح بقى لملف من الملفات المهمة الحقيقة وطبعاً السنوية العامة أول ما بيخلص طبعاً السنوية العامة أو حتى قبل ما بتتدي تخلص بنبتدي الطلبة وأولياء الأمور يفكروا بقى مكاتب التنصيق وكمان في بعض الجامعات وبعض المعاهد بتبقى عايزة اختبارات خاصة عشان كده الجدول الزمني لأعمال مكتب التنصيق للقبول بالجامعات والمعاهد اللي عام 2021 اتحدد خلاص ونزل وبتكلم أنه هيبدأ مكتب التنصيق وعماله وده هيبقى عاقب طبعاً انتهاء امتحانات السنوية العامة مباشرةً وحيبقى فيه تنظيم الاختبارات القدرات اللي احنا بنتكلم عليها الطلاب الراغبين في بعض الكل يد بتشترط أن هم يدخلوا في بعض الاختبارات زي الفنون الجميلة زي الفنون التطبيقية زي الرياضة والجامعات الخاصة بالرياضة وما إلى ذلك بيبقى لها برضو اختبارات خاصة فده طبعاً في العديد من الشروط علشان يكتزها الطالب فلازم أنه يقدم التقديم حيبقى امدى أو القواعد المؤهلة دي هتبقى طبقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات واللي من المقرر أنها بتنطلق يوم 7 أغسطس الجاري كمان حددت وزارة التعليم العالي الأوراق المطلوبة علشان تدخل تعمل الاختبارات دي إيه الأوراق المطلوبة؟ أنه يبقى معاك رقم الجلوس بالتأكيد أي واحد تطلب سنويا عاما لازم له رقم جلوس أن أنت تصور رقم الجلوس بتاعك ده وتبعاته وده لكل اختبار على حدة يعني كل اختبار مطلوب منك أن أنت تقدم رقم الجلوس أو صورة من رقم الجلوس بتاعك بيبقى برضو مطلوب منك اتنين صورة شخصية أو في الاختبارات اللي هي خاصة ببعض الجامعات أو بعض الاختبارات هتبقى عايزة صورة واحدة وده الحاجات اللي هي مثلا الفنون الجميلة اللي هي خاصة بالحاجات الفنية لكن بالنسبة للتربية الرياضية بيتطلب باتنين صورة معرفش ليه بس هم اللي صالبين كده هو في الاختبارات التانية بيبقى صورة واحدة مطلوبة منك التدريبات الرياضية أو قدرات التربية الرياضية بيبقى مطلوب منك صورتين يعني المطلوب حاجات بوسيطة جدا جدا بس أن أنت تبتدي أن تشوف أنت عايز تدخل إيه تبتدي تشوف أنت إيه الأقرب منه أرجوكو بلاش موضوع استخصار النتيجة الله أنا جاب 98% فأنا كنت عايزة أدخل تربية الرياضية لا أدخل لطب أو أدخل صيدالة أو أدخل هندسة وأنا كنت عايزة أدخل تربية الرياضية أو أدخل تربية فنية أو أدخل ما شابه بلاش نستخصر وخلي أولادنا هم اللي يختاروا مستقبلهم آه ننصحهم بس في الآخر هم لهم الاختيار أولا وأخيرا علشان كل واحد يهيدخل المجال اللي هو مختاره اللي هو بيحبه بالتأكيد حينجح فيه لكن لو دخل مجال تاني بالتأكيد النتيجة بتبقى مختلفة وبعد كده للأسف بعد سنين عمرهم بالضيع بيرجعوا يسيبوا نفس المجال ويروحوا المجال اللي هم بيحبوا فأرجوكو أدوا لولادكو يعني هذه الثقة أن هم يقدروا يختاروا مستقبلهم بالتأكيد تدخل بالنصيحة لكن مش الكلمة الأولى وبلاش حكاية استخسار المجموعة ربنا يا ربي وفأكم جميعا